تواصل قوات حرس الحدود جهودها في توجيه الضربات القاسمة للعناصر الإجرامية وتمكنت قوات حرس الحدود من إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوى استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاسمة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التي تستهدف الإضرار بالمجتمع وبالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة تمكنت قوات حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي وأثناء تنفيذ مهامها بمنطقة بحر الرمال الأعظم جنوب واحة سيوى من إحباط عملية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة حيث تم ضبط عربتي دفع رباع بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في أعمال التسلل والتهريب كما تم ضبط سبع بنادق قناصة FN وعدد اثنين رشاش كلاشنكور وثلاث عشرة بندقية آلية وخمسة بنادق بيرتا واربي جي ورشاش عيار اثنى عشر فاصل سبعة من عشرة واثنين رشاش عيار اربعة عشر فاصل خمسة من عشرة وثماني خزن آلية وسبع خزن قناصة FN واثنين دانة اربي جي فضلا عن ضبط ألف ومائة واثنتين وستين طلقة مختلفة الأعيرة وهاتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية كما نجحت عناصر قوات حرص الحدود في ضبط مليون قرص مخدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المهربين هذا وتواصل قوات حرص الحدود جهودها المكثفة ضد الخارجين عن القانون وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة لتأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة اشتركوا في القناة